تفجير انتحاري خارج مقر السفارة الأمريكية في تونس في تجدد لحوادث الإرهاب التي عاصفت بتونس خلال السنوات الأخيرة مصادر ذكرت أن الانفجار أصفر عن مقتل الانتحاريين الذين نفذ الهجوم فضلا عن وقوع إصابات بين صفوف قوات الأمن المكلفة بحماية السفارة فضلا عن مدني الداخلية التونسية قالت أن التفجير استهدف دورية أمنية متمركزة في أحد الشوارع القريبة من السفارة وعاقب الهجوم أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بموقع الانفجار فيما دعت السفارة الأمريكية إلى الابتعاد عن مقرها والحذر من الوجود قرب محيطها كما أعلنت الداخلية التونسية حالة التأهب القصوى لمواجهة أي مخاطر محتملة بينما عقد مجلس الأمن الوطني التونسي اجتماعا طارئا لبحث تداعيات التفجير الامتحاري الهجوم أعاد إلى الذاكرة حوادث إرهابية استهدفت تونس في السنوات الأخيرة وأصفرت عن مقتل العشرات اشتركوا في القناة